سابقة زينب جلال محمد إبراهيم من جمهورية مصر وتقرأ برواية حفص عن عاصم ترجمة نانسي قنقر السؤال الأول بعد الاستعاذة والبسملة قرأي من قول الله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه قلوا من سمعه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَثَرُشَاهُ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَثَرُشَاهُ قُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَثَرُشَاهُ قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُنِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ سَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثنين وَمِنَ الْبَقَرِ اثنين قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْنَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ الْنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ السؤال الثاني من أول سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفكون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَنُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدِبِرًا وَلَّا مُدِبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وأدخن يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبِصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ السؤال الثالث ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ إِنِّي وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ أَنِّي وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ وَإِنِّي عُزْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِنُونَ فَدَعَيَ رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَكُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينَ إِنَّ هَا أُولَاءِ لَيَكُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجِرِمِينَ حسنتي وبارك الله فيك